وصلت وثيرة التضخم التراجع على أساس سنوي في الجزائر لتصل إلى 2.5% خلال شهر نوفمبر الفارط مقابل 3.5% تم تسجيلها في أكتوبر المنصرم حسب آخر تقرير أورده الدوان الوطني للإحصائيات وبعد أن انخفض خلال الثلاثة أشهر الماضية وصلت نسبة التضخم نسقها التنازلي وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي قد أكد مؤخرا على أهمية الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية في ظل هشاشات ميزان المدفوعات الجزائري واحتمال تراجع القدرة على مقاومة الصدمات بسبب تراجع أسعار النفط المحافظ وفي نفس السياق كشف أن بنك الجزائر سيلجأ ابتداء من 2015 إلى إعادة تمويل المصاريف وهو إجراء من شأنه الحفاظ على مستوى تضخم مقبول وبارتباط ارتفاع مستوى الأسعار في الأسواق وتأثيره بالتضخم سجلت دوان الوطني للإحصائيات انخفاض أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6% في نوفمبر 2014 ما يجعل من هذه الأرقام مؤشرات توحي باستقرار السوق الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية أزمة تحاول السلطات في البلاد تجاوزها عن طريق الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة تقشفية أسسها الحد من النفقات غير المنتجة ترجمة نانسي قنقر